السلام عليكم شلونكم اصدقائي ان شاء الله تكونون بخير اليوم راح نحكي عن هاتف من شركة فيفو اللي هو الفيفو Y33S اللي يجي بسعر 220 دولار بعتاد متوسط لكن الاهم انه يجينا بسوفتوير وتجربة استخدام مستقرة جدا كل مميزات وعيوب هذا الهاتف ان شاء الله تلقونا بهذا الفيديو فبدون اي تأخير خلونا نبلش بالبداية حب اوجه شكر خاصة شركة نوة اللي توفر لي الهواتف وتسمح لي انه اجربها واحكي لكم تجربتي الكاملة وياه حتى تستفادوا اكيد بالبداية راح نحكي عن شاشة هذا الهاتف شاشة هاي الهاتف اجدت بحجم 6.5 8 انش يعني تقريبا 6.6 انش وبكثافة بكسلات 401 بكسل لكل انش طبعا ابتقة الفول ايش دي 1080 فيه من ناحية نوع الشاشة الموجودة هي طبعا IPS LCD اشوف هالشي هي نقطة ضعف لهذا الهاتف لان اكو هواتف بهالفة السعرية تجي شاشاتها من الوليد او الاموليد لكن بصورة عامة كجودة هاي الشاشة من ناحية الالوان او من ناحية السطوع بصراحة جودتها جدا ممتازة ما واجهت بيه اي مشاكل استخدامه بمختلف ظروف الانارة سواء داخل المنزل او خارج المنزل ما واجهت بيه اي مشاكل وطبعا هاي شاشة تجي للأسف 60 هيرز ما تدعم التسعين او المية وعشرين هيرز وايضا من ناحية استخدام الهاتف او استخدام الشاشة للاستهلاك المحتوى من ناحية الفيديوهات بصراحة شفت الالوان مالتها جدا مقبولة وجدا ممتازة وينطيق تشبع الوان جيد جدا راح تستمتع به اذا كنت تستهلك المحتوى لكن طبعا شاشة الاموليد كان ينطيني الوان افضل وينطين تجربة استخدام اجمل ومن ناحية الالعاب ما واجهت بيه اي مشاكل شاشة استجابتها جدا جميلة وايضا مثل ما ذكرت الوانها جميلة طبعا من ناحية تصميم الهاتف فتصميم الهاتف التقليدي تعودنا نشوفه باغلب الهواتف الموجودة سواء بها الفئة السعرية اغلى منه ارخص من عنده تقريبا هذا هو التصميم الموجود على 99% من الهواتف الموجودة بالسوق لكن طبعا شركة فيفو عندها لمسة خاصة من ناحية تصميم نافذة الكاميرات مثل ما نشوف عندنا هذا الخط اللي يضم الفلاش طبعا هو من تصميم مميز بدرجة 100% لكن فتش لمسة خاصة لشركة فيفو ومن الشغلات اللي تميز شركة فيفو وبهالفئات السعرية الرخيصة سواء 200 دولار 150 دولار هو التصميم الجميل اللي يجي مميز عن باقي الشركات الموجودة من ناحية جودة التصنيع والمواد الموجودة وأيضا من ناحية الألوان اللي يختاروها فمثل ما نشوفه هنا الظهر يعكس لنا الألوان وغير لونه بين اللون الوردي والأزرق وأيضا حتى اللون الأصفر والأخضر حسب الإضاءة الموجودة ومن ناحية الإطار الموجود صحيح هو إطار من البلاستيك لكن بصراحة من ناحية جودة التصنيع فجودة التصنيع مالت جدا جدا ممتازة وحتى الظهر بصراحة ما قدر تعرف أنه هو زجاج أو بلاستيك دورت من المواقع وبموقع فيفو ما مذكر هالشي لكن من ناحية المظهر واللون ومن ناحية الملمس مالت بصراحة جدا فخم وجدا ممتاز من الطرف الأيمن مثل ما نشوف عدنا زر التشغيل المدمج وياه البصمة والبصمة سريعة جدا ما واجهت بأي مشاكل استجابة جميلة وتقل الأصبع بشكل سريع ودقيق وأيضا عدنا إزرار التحكم بالصوت من الأسفل عدنا منفذ الشحن تايب سي أيضا عدنا منفذ الخاص بتركيب السماعات الخارجية ومنفذ المايكروفون والسماعة الخارجية الأحادية من الأعلى مثل ما نشوف عدنا المنفذ الخاص بتركيب الشريحتين السيم كارت بالإضافة إلى بطاقة الذاكرة أما بالنسبة للطرف الأيسر فمثل ما نشوف ما عدنا به أي شيء ومن الأمام مثل ما نشوف عدنا الشاشة اللي قد في الماذكرت تجيب حجم 6.85 ومستحوذة تقريبا على 83% من الواجهة الأمامية والكاميرا الأمامية جاية على شكل القطرة أو الدمح أما إذا جئنا نحكي عن أداء هذا الهاتف فبالبداية كأرقام عدنا معالج من شركة ميدياتيك اللي هو جي 80 اللي يجي بتقنية تصنيع 12 نونمتر وإيضا عدنا 128 جيجا بايت ذاكرة مع 8 جيجا بايت ذاكرة توصول عشوائية أو الرام بصراحة شركة فيفو تتميز بالأداء عن باقي الشركات الموجودة لأنها تهتم بالسوفتوير وتهتم أنه تنطينا تجربة استخدام جميلة مع الواجهة الموجودة بعيدا عن الأرقام فمثل هنا مثل ما ذكرت عدنا صحيح معالج جي 80 اللي يعتبر معالج مقوي هواية وأكو معالجات أقوى منها حتى بهالفة السعرية لكن من تستخدم الهاتف راح تشوف أنه الهاتف من ناحية الواجهة من ناحية السوفتوير سلز جدا وبعيد عن كل المشاكل وما تواجه بأي مشاكل سواء كنت تستخدم استخدام خفيف أو استخدام متوسط تقليب برامج التواصل الاجتماعي أو حتى بالألعاب مثل لعبة بوب جي جربتها أنطاني 40 فريم لكن 40 فريم مستقر ما راح تواجه أي لاق أو دروب بالفريمات حتى لو لعبت الأوقات طويلة وبشكل مستمر وهالشي أشوفه أيضا نقطة قوة الشركة فيفو أنه هي تهتم تنطينه أداء مميز وسلس وواجهة سهلة وسلسة بنفس الوقت بعيدا عن المشاكل اللي نشوفها بالأجهزة البقية أما من ناحية أداء الكاميرات اللي عدنا فبالبداية كأرقام عدنا هنا ثلاث كاميرات كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل عدنا كاميرتين 2 ميجابيكسل وحدة للمايكرو وحدة لقياس العمق أو الدب وبأعيد وكرر كاميرتين 2 ميجابيكسل أو حتى 5 ميجابيكسل وخاصة بالمايكروب كل الهواتف الموجودة ما تقدر تستخدمها ونتائجها غير مرضية تماما هي مجرد موجودة لزيادة العدد لكن هنا خلي نحكي على الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل بصراحة أشوف أداء الكاميرا الموجودة هنا الرئيسية 50 ميجابيكسل أداء متواضع إلى جيد ما أقدر أقول عليه جيد جدا أو ممتاز من ناحية الداينام كرينج فعجبني الداينام كرينج الموجود بهذا الهاتف داينام كرينج ممتاز لكن من ناحية الألوان بصراحة أشوف أن شركة فيفو ممكن أن تشتغل أكثر على الألوان الألوان أشوفها باهته وحتى ما توصل للألوان الحقيقية وطبعا أغلب المستخدمين اللي يستخدمون هواتف بهدفة السعرية ما راح يدخلون على الكاميرا تسوين إعدادات أو فلاتر يريدون يأخذون صورة جاهزة تكون جميلة فأتمنى من شركة فيفو أن تهتم بمعالجة الصور حتى تنطينا صور بكونتراز جميل وأيضا بتشبع علوان جميل لكن مثل ما ذكرت الداينام كرينج ممتاز أما من ناحية تصوير الفيديو فيصور لنا فيديو لغاية دقة 1080 الفول ايج دي تصوير الفيديو ما عندي على أي تعليق واللي عجبني أيضا التصوير الفيديو هو الثبات الموجود من ناحية الحركة والتقليل الاهتزاز شفته جدا جدا جميل مع العلم أنه هو تثبيت ألكتروني متثبيت بصري وأيضا من ناحية التصوير الليلي فالتصوير الليلي جدا عجبني بهذا الهاتف من ناحية الألوان من ناحية الموازنة بين المناطق اللي بها إضاءة قوية والمناطق اللي تكون معتمة صراحة شفته جدا ممتاز وحتى مع استخدام الوضع الليلي ينطيني توازن جدا جميل وينطيني ألوان ممتازة فبصورة عامة من ناحية الكاميرات مثل ما ذكرت الألوان ما لها كنت أتمنى أنه تكون شوية بكونتراست عالي كان ينطيني صور أجمل لكن من ناحية الدقة من ناحية الدايناميك رينج فجدا ممتاز واللي عجبني جدا بهاي الكاميرا هي أداءة بالتصوير الليلي صراحة تصوير الليلي بهذا الهاتف جدا جميل حتى لو ما كنت تستخدم الوضع الليلي ومن ناحية كاميرا تستيرفي الموجودة هنا صورها ممتازة وأيضا ألوانها ممتازة وشفت ألوانها حتى أفضل من العدسة الخلفية الرئيسية الموجودة هنا والدايناميك رينج مانتا جيد وإذا جينا نحكي عن عمر البطارية والبطارية الموجودة هنا كأرقام عندي بطارية 5000 ملي أمبير مع دعم للشحن السريع لغاية 18 شوار طبعا الشحن مو أسرع شي موجود لكن مثل ما ذكرت شركة فيفو ما تهتم بالأرقام تهتم تنطيق تجربة استخدام ممتازة فبصراحة شوف 5000 ملي أمبير الموجودة هناك استخدام متوسط أو حتى استخدام ثقيل يقدر هذا الهاتف يصمد وياك لغاية يومين بكل سهولة طبعا استخدمت الهاتف مع استخدامي الشخصي استخدام متوسط تواصل اجتماعي مع لعبة البوب جي تقريبا ساعتين باليوم انطاني يومين استخدام بصورة طبيعية وأيضا بقى عندي شحن 20% فهل شي جدا ممتاز من ناحية الشحن مثل ما ذكرت شحنة 18 واط طبعا ما راح يشحن لك الهاتف بسرعة اللي تتوقعها يشحن لك الهاتف من صفر إلى 100 تقريبا يحتاج ساعة و45 دقيقة إلى ساعة و35 دقيقة بصراحة ما اشوف سرعة الشحن عيبة بهذا الهاتف مادام هو ينطيني يومين استخدام اكثر الاشخاص مثل ما نعرف يخلوني الهاتف ذليل على الشحن تبعد الصبح تشوف الشحن 100 ويستمر وياك يومين بكل سهولة فبعمر البطارية بصراحة عمر البطارية ممتاز جدا حتى مع سرعة الشحن الموجودة اللي هي 18 واط بالنهاية ملخص تجربتي عن هذا الهاتف بصراحة انصح بهذا الهاتف لأي شخص يدور عن هاتف بهلفة السعرية سواء كان هاتف ثانوي أو هاتف الرئيسي يريد هاتف بأداء مستقر ويستخدمه استخدام متوسط ألعاب خفيفة استخدام وسائل تواصل اجتماعي استخدام قليل الكاميرات فقط للضرورة بصراحة شوف هذا الهاتف اختيار موفق وجميل جدا بسبب الاستقرارية الموجودة بالنظام وبالواجهة اللي طبعا بعيدة عن المشاكل اللي نواجهها بالأجهزة الصينية اللي صحيح تنطينه أرقام قوية تنطينه مواصفات عالية لكن من تجي تستخدم تشوف انه الواجهة الموجودة أو السوفتوير الموجود بمشاكل وبه تغطية أما من ناحية الشخص يريد يبحث عن هاتف بكاميرا قوية أو شحن سريع أو يدور مواصفات ما أصحب هذا الهاتف أكو هواتف وهو بالسوق ينطيك مواصفات لكن مثل ما ذكرت لازم تضحي بالسوفتوير أو التجربة السلسة هذا كان كل شي لها الفيديو أتمنى استفاديتوا استمتعتوا ألقاكم الفيديو الجديد قريبا جدا إن شاء الله ومع السلامة